طوال شهر رمضان المبارك حرضت السلطات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا وشدت عتادها تأهبا لمواجهات اختلقتها وحاولت نسبها للشهر الفضيل إلا أن محاولاتها لافتعال التوتر لم تمضي مع مضي شهر رمضان إذ أعلن جيش الاحتلال رفع حالة الاستنفار إلى ما أسمه جهوزية قسوى متعددة الجبهات في الداخل والقدس وقطاع غزة ومناطق الضفة الغربية وجولان السوري المحتلة وفق وسائل إعلام عبرية فإن رفع حالة التأهب يأتي تحسبا مما أسمه خروقات للسيادة الإسرائيلية في أيام عيد الفطر وفترة إحياء النكبة وما يسمى عيد الاستقلال الإسرائيلية إذ تتوقع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تصعيدا في كافة المناطق الفلسطينية لسيما في القدس المحتلة والمدن المختلطة داخل الخط الأخضر مع مرور عام على أحداث هبة أيار من العام الماضي وعلى ضئي ذلك ستكفف قوات أجهزة الأمن الإسرائيلية قوتها في مناطق التماس كما ستفرض إغلاقا عاما على مناطق الضفة الغربية وستغلق الحواجز في قطاع غزة وذلك بدءا من مساء ما يسمى بيوم الاستقلال الثلاثاء القدم حتى منتصف ليل الجمعة على أن تبقى القوات على استعداد لاستمرار فرض الإغلاق وتصعيد حالة الاستنفار بحال تطورت مواجهات في هذه المناطق بحيث وصفت وسائل إعلام عبرية الأسبوع المقبلة بالأسبوع العاصف القابل للاشتعال لتشريع قمع الاحتلال وممارساته الوحشية ضد أبناء شعبنا فبعد الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وأبناء شعبنا بكافة أماكن وجودهم على طول الشهر الفضيل تختلق الأذرع الأمنية الإسرائيلية الذرائعة والحججة لتضييق الخناقي والمضي بممارساتها وانتهاكاتها سلام مشرقي تلفزيون فلسطين